انا بدعوكوا الآن حتى نعرف قليلا عن بيت لحم الأخت ماي عقلي وأنت يا بيت لحم أرض يهودة لست الصغر بين رؤساء يهودة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل بيت لحم هذه المدينة الصغيرة الفقيرة المتواضعة التي تقع على مشارف حدود مدينة أرشليم العظيمة بيت لحم التي يبدأ ذكرها في الكتاب المقدس بذكرى ميلاد بن يمين من رحيل محبوبة يعقوب ولكن أيضا لها ذكرى مؤلمة وحزينة هناك ماتت رحيل ودفنت في طريق أفراطة التي هي بيت لحم وما زال قبرها هناك إلى هذا اليوم يا لها من ذكريات غالية تعيدها علينا هذه القرية بيت لحم المدينة التي ورد فيها داوود النبي العظيم المرنم الجميل الرمز المدهش للرب يسوع المسيح التي تسمت بإسمه وترعرى وكبر وصار ملك إسرائيل بحسب قلب الله بيت لحم التي تعني بالعبرية بيت الخبز والشبع التي في حقولها لتقطت الأرملة المسكينة الرعوث التي جاءت من بلاد مؤاب لتحتمي تحت جناحي إله إسرائيل وهناك حدثت قصة الحب بين هذه الفتاة الرفية المؤبية وبين بوعز التي من نسلها جاء ابن الموعد الرب يسوع المسيح بيت لحم ولد فيها المسيح مخلص العالم الذي عليه رجاء الأمم ورجاء الخليقة كلها بيت لحم التي في سمائها ترنمت الملائكة بكل ما فيها من مجد وعظمة وأعلنت السماء لرعاة فقراء لا قيمة لهم في المجتمع لكن في هذه المدينة الملائكة تأتي لكي تعلن بلاد الرب يسوع المسيح مدينة بيت لحم الصغيرة المتواضعة التي لم يكن أحد أن يسمع عنها ولكن مجيء الرب يسوع المسيح المتواضع لها أصبح إلها معنى وشاء عظيم مثل ما يقول الكتاب المقدس الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليم وبهذا الاختيار للمدينة المتواضعة جعلها من أعظم المدن ومن أشهر المدن في الوجود من منا لا يعرف أو لم يسمع عن مدينة بيت لحم من في هذا الوجود لم يتمنى أن يزور مدينة بيت لحم هذه المدينة الصغيرة المتواضعة لكن بمجيء السيد المسيح فيها صار إلها شاء عظيم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر